اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي وكل مشاهدي ومحب برنامج الاهلي خطة احمر وحلقة جديدة اهلا بك يا اسامي اهلا بك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وخلاص لا صوت يعلق فوق صوت بطولة افريقيا وان شاء الله بداية مشوار للنادي الاهلي ان شاء الله بداية مشوار واكيد في البداية لازم نهني نفسنا ونفتكر ذكره مهمة جدا وهي انتصارات اكتوبر المجيدة النادي الاهلي اللي كان جزء كبير جدا من تاريخ ده وكان حاجة طول الوقت مرتبطة بانتصارات اكتوبر انتصارات اكتوبر اللي جيشنا المصري العظيم حقق فيها النصر يمكن دايما بقول فكروا شبابنا فكروا الاجيال اللي جاية او اتخلي الناس تنسى عظم الده اكيد ملحمة في تاريخ مصر يعني بتتواكب مع المولد النبا والشريف كلها ذكرهات جيدة ولكن كمان حبيت لفتة او لقطة عملها جمهور النادي الاهلي في التويت وهي فكرة لاعبه الاهلي يقضونا يوما كاملا بالمجهود او بالجابها ده كان موجود في الاخبار في مارس 1972 الربط مهم جدا لان انت كنادي اهلي طول الوقت معني بقضايا الوطن منذ التأسيس ومنذ مرور حاجات كتيرة جدا في حرب الاستنزاف او بعد هزيمة 67 كان النادي الاهلي موجود منه المتطوعين موجود منه في المجهود الحربي موجود منه التبرع بالدم حاجات كتير جدا موجودة في كتب وصفحات تاريخ النادي الاهلي تقدر تتكلم عن النادي الاهلي فيها وطنيا عشان كده واحنا بنحتفل بحرب وانتصار ذكرى حرب اكتوبر 73 احنا بنحتفل بحاجة احنا كاهلوية واحنا كمصريين واحنا ككل الاندية المصرية اكيد بتفخر بيها واكيد انتصار مهم هتمر على السنين ولكن حيفضل له مكانة كبيرة جدا 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 في قلوبنا ربنا يحفظ مصر ربنا يحفظ وطننا دايما تكون بلد الامن والامان ويكون شعبنا كله في ترابط الى يوم القيامة امين يا رب العالمين بالتأكيد ذكرى النصر العظيم ذكرى حرب اكتوبر جيش مصر ورحلة العبور وجيل قضى سنوات من عمره في استرداد قطعة الارض المفقودة وكان حالف كل حاجة في حياته متوقفة الى ان ترجع قطعة الارض الغالية علينا سيناء وبالفعل رجعت سيناء بانتصار عظيم وما اخذ بالقوة استرد بالقوة وبيعجبني جدا فكرة الجانب الاخر اللي عايش في ظل انه هو يقول ان احنا ايضا انتصرنا ده طبعا شيء سخيف جدا وشيء كوميدي كمان بدليل ان سيناء بالكامل رجعت لمصر جزء رجع منها بالحرب وجزء رجع منها بالسلام لاننا دائما وابدا دولة الحرب وقت الحرب والسلام وقت السلام شيء عظيم جدا اجيال وراء اجيال تتوارس هذا النصر العظيم لرفعة شأن الوطن ودايما يا رب شأن الوطن في رقي وارتفاع واي ازمات نقدر نعديها بالتكاتف والتلاحم والترابط اللي بنا الى يوم الدين ان شاء الله وانا بنتكلم عن الترابط الى يوم الدين ايضا النهاردة ذكرى المولد النبوي الشريف يعني ذكرى سعيدة جدا على كل المسلمين والامة الاسلامية والامة العربية واخوتنا طبعا بيهنونا وبنتبادل التهاني فيارب دايما كل ايامنا عياد ومناسبات ودايما وابدا يكون الشعب المصري في حال الترابط وفي حالة لحمة قوية جدا لمواجهة التحديات اللي كتير جدا جدا بيمر بها العالم ولكن احنا قادرين باذن الله اننا نعبرها ان شاء الله اشتركوا في القناة